السلام عليكم ايام باك اتمنى انكم تضغطوا زر اللايك والاشتراك ويب جيب الانترو يا مدير شركة سوبرسل يا شباب اخيرا تنزل لنا تحديث اسطوري وتفجر في هذا التحديث والاضافة الاسطورية الجديدة يا شباب اللي ايها الادوات طبعا الادوات راح تكون شبيهة بالستار باور تبعت البراولرز بس راح تقدر تحصل عليها من ليفل سبعة طبعا فيه اختلاف يعني مرة كبير بين الادوات والستار باور اول شي انه الادوات زي ما تشوفون يعني تعطي قدرات اسطورية مرة شوفوا ديناماء كيف تسوي مطر قناب والاسباي كيف يضرب وشوفوا ايتبت كيف انتقل مكان السوبر فصراح اضافات كثيرهم مجنونة راح تخلي اللعبة حلوة اكثر طب الشي المو كويس يا شباب في هذه الادوات انك ما راح تقدر تستخدمها كل القلم يعني مثلا كيف راح تشحن تذكرون في لعبة كلاش في كل انسمة لما يحارب يرجع يقاتل هنا راح يكون نفس الشي يا شباب الاداة اللي راح تستخدمها مثلا في معركة واحدة راح تقدر تستخدمها مرة ثانية بس لازم تشحن يعني في مدة تشحن فيها هذه الاداة عشان تقدر تستخدمها مرة ثانية فايبوا يا شباب هذا عشان يسوون موازنة يعني شوي في اللعبة وما تصير اللعبة يعني كذا مرة شوي فصراحة فكرة مرة رهيبة من الشركة وهنيهم عليها وعندنا الاضافة الثانية شباب كالعادة في كل تحديث براولر جديد فالاضافة الثانية يا شباب زي ما عودتنا الشركة مع كل تحديث براولر جديد راح يكون عندنا هذه المرة براولر او براولرة باسم جيكي جيكي راح تكون مزيج بين كارل و جيسي طبعا تشبه جيسي بشكل مرة كبير طبعا راح تكون جيكي راح تكون جيكي عندها زي الحفارة تسويها الزات ارضية وهذا اللي يسبب دمج البراولر وتشوفوا دمجها مرة خرافي 1800 طبعا راح تكون ضرب راح يكون البراولر او طبعا قريب وهي تابعوا راح يكون متوسط يعني له بتانك وله مرة ضعيف زي كروة الضربات العادية يا شباب زي ما تشوفوا راح تسويها الزات ارضية في الارض وسوي دمج البراولر اللي حولها وطبعا زي ما تشوفون سراح تضرب بسرعة مرة كبيرة هذا راح يخليها براولر قوي وشوفوا السوبر الأسطوري يا شباب جيكي تسوي زلزال تسوي زلزالة تشل حركة البراولر وتسحبهم عليها تبقى قريبا شبيهة بسوبر بارتارا وطبعا يا شبابي انا اكتشفت واحدة من الاستار باور تبعت جيكي انه زي ما تشوفون هنا لما ماكس جاسه تضرب بجيكي زي ما تشوفون طالع عندها زي الدايره تدمج فصراحي شباب هذا الشي رح يخليها مرة اسطولة تخيل واحد يدمجك وبنفس الوقت رح يدمجوا لان الاستار باور رح تتفعل وكيف عندنا الاضافة الثالثة يا شباب رح يكون فيه رمودل الدارل وطبعا رح يكون له بعض سكن حق الكرة القدم وكيف توقع الان في دور اوروبي التحديث هذا رح يكون شامل لكرة كيف زي ما تشوفون يا شباب هذا هو شكل دارل الجديد فبعض ضافة وسكنات مرة كثيرة على اللعبة ومنها سكن ايمز الجديد طبعا رح يكون باور بوينت وسكن بني بعد عندنا ارنب اسود رح يكون في باور بوينت فالسكن الثالثة يا شباب عندنا سكن شلي تبع فريق فرنسا باريس طبعا هذا السكن احتمال انك تحصل عليه من تحدي البطولة اللي تذكرون سوات عليه مقطع وبالمناسبة يا شباب الدور الاوروبية وفرنسا ومندري صراحة وش السالفة بس انو مسوين التحديث رح يكون خاصا كرة القدر طبعا التحدي رح يكون كامل في البراو البول علشان الدور الاوروبي وسكن شلا رح تقدر تحصل عليه لما تخلص التحدي شباب عندنا ضافة ثانية رح يقول لك انهم رح يشولون التكت وراح يحطون شي ثاني بذالة صراحة للان قالوا انو لسه ما افكر وش رح يضيفون بس يا شباب اللي فهمتم من كلامهم انو رح يلغون التكت من اللعبة زي ما الغوا والاكسير النقاط تحصلها من جنود القديمة اللي يلعبون اللعبة من القديم رح يفهمون وش اقصد رح يشيلون التكت ورح يحطون شي مكانها طبعا لا تخافون ما قالوا انهم رح يشيلون طور البوس او الروبو رمبل فقالوا انهم رح يشيلون التكت ويلغونها فقال انو اللي عندي تكت يستخدمها من الان انو بعد هذا التحديث احتمال كبير انا رح تنشال اوكي فالاضافة الثانية يا شباب صراحة اني شركة مرة عليه لانه صراحة ريحتني من مشاكل مرة كثير هنا اللي فهمتم منهم اني قولك لما تلعب مع واحد مثلا انت يكون كوسك 14000 وتدخل مع واحد مثلا كوس 5000 او 4000 يعني يكون مرة نوب فبهذه الحالة عشان ما يكون في ظلم وتخسر لو خسرت رح تخسر كوس يعني اقل من لما تلعب مبارا عادية واذا في استرح تحصل كوس اكثر فهذا صراحة يفتح مجاك كبير عشان ترفع كوسك عشان ما يصير موازن وبعد ما انك تخسروا كوس مرة كثير بسبب مثلا ان واحد معاكم نوب او داخل معاكم كوس قليلة وعندنا بعد يا شباب ضفوا سكنات مرة كثير زي ما تشوفون زي ما تشوفون رح يضيفون عندنا هذه الثلاثة سكنات الرهيبة وبعد عندنا سكينبو هذا الفرعوني اللي ازعجوا اهلنا فيه من اول ما بدأوا اقترح سكنات اقترحون الاسكن فاخيرا الشركة استجابت لهم ورح تنزل اسكنبو طبعا الهل انا اسعار الاسكنات ميب معروفة بس الاكيد الاسكنات زي هذه رح تكون غالية وكذا نكون وصلنا ناية المقطع اتمنى انكم كنتم استفدتوا واستمتعتوا من المقطع والمعلومات اي واحد يا شباب عنده اسئلة عن التحديث اكتب لي تحل في التحلقات ان شاء الله رح ارود عليه فيابو لا تبخلوا عينيين باللاك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيات وتكتبوا تحت كومت حلو زيكم فكان معكم احمدنا ريتشالد جيمز ومع السلامة هتلاك قبل ما تطلع من المقطع peace